اهلا وسهلا بيكم على القناة دوديش والكروشي لو اول مرة تشوفينا اشتركي في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض طقم كروشي فستان شنطة طقية انا عملته هنا لسن سنتين وهشتغله معاكي في الفيديو اللي هنصوره مع بعض لسن ثلاث سنوات وهنعرف ازاي نعمله لسن سنتين او ثلاثة او حتى اربعة او لكل المقاسات بتركاية بسيطة جدا وجديدة علينا وسهلة حتى لو كنت مبتدئة هنشتغل مع بعض الفستان والطقية في فيديو تاني والشنطة في فيديو تالت يعني هشتغل كل قطعة من اللي انت شايفاهم بكل تركاتها واحدة واحدة مع بعض وهنتكلم عن كل المقاسات واحنا شغالين في تكنيك صغير هنتعلمه حتى لو كنت متمرسة هيكون جديدة عليك في الشغل وفي نفس الوقت هيطلع شغلك بروفيشنال تمام طيب برضو هنتكلم استخدمنا كم بكرة خيط بالزبط وهقولك اللي تبقى مني وأنا شغالة ده كده أنا مخلصة الطق لسن سنتين بالطقية بتاعته تمام أهي الطقية دي بيتحط لها شريط للربط أو أستك هي بتكون موديل لها كده واسع وبيدخل فيها يا أستك يا شريط يدي حلية يعني شكل لذيذ شريط ستاني يعني أوكي للربط دي الطقية الشنطة أهي تمام برضو هنشتغلها مع بعض ونعرف كم تركاية وإحنا شغالينها وهنعملها طبعا مقاس هنعملها مع بعض للتلات سنة إحنا عملنا الشغل ده لسنتين ده شكل الفستان تمام ده من تحت وشكله من فوق وليه من وراء الجزئية دي لسه فيه تشتيب عشان أحط زرارين تمام طيب يلا بينا نبدأ ونشوف استخدمنا إيه ويه نشتغل على دول بالنسبة للخيط أنا كنت جايبة لكل طقم خمس بكرات تمام استخدمت من خمس بكرات لسن تلات لسن سنتين ده اللي تبقى مني يعني أنا استخدمت أربع بكرات إلا شوية دول كمان تمام بالنسبة للون الأبيض طبعا هو داخل فيه الشنطة وداخل فيه الورد تمام هو اللون الأبيض وداخل في الورد ده تمام برضو استخدمت بكرة أو نص بكرة حلو بس أنا بحب أجيب بزيادة عشان لو ملقتش نفس الدرجة اللي لو جبتها قال له ملقتش نفس الدرجة هتكون مشكلة فمش مشكلة تمام طيب دول البكرتين دول مشتركين ما بين الطقمين لإن دول هم فروع الورد وقلب الوردة تمام يعني هيتبقى كمان منهم كتير جدا آه أه اللون ده اللي هو الفروع والقلب بتاع الوردة الأجزاء الصغيرة قويتي تمام طبعا اللون الأحمر أي لون أحمر عندك أوكي شغال برضو بكرة وهتبقى مش بكرة كمان يعني أنا بالنسبة للوردة والورد ده والفروع والقلب كل ده داخل فرنج نص بكرة وأقل كمان يعني بصي أنا لما بقولك وردة أو وردتين في الفستان لإن أنا هستخدم وردة للطقية ووردة للفستان نفسه لو عايزة وردة للشنطة تمام لو مش عايزة أوكي أنا عملتها سادة وممكن أبقى حط لها برضو وردية حمرة هنا يعني اللي تشوفي دي أزواء يعني وشو في نفسك بس يبقى اختصار الكلام إن أنا استخدمت أربع بكرات لسن سنتين لإيه للفستان للشنطة للطقية خلاص يبقى أنا كده قلتلك بالزبط أنا استخدمت إيه وهبدأ معاكي في شغل التلات سنوات وتعالي نشوف هنبدأ إزا وعايزة أتكلم عن المقاسات برضو أنا طلعت جدول المقاسات بالنسبة للأطفال تمام وهنبدأ مع بعض نشوف جدول المقاسات بتاعنا إحنا اتفقنا إن أنا اشتغلت لسن سنتين تمام وهشتغل معاكي دلوقتي لسن تلات سنين طيب التركاية الصغيرة اللي أنا حب أقولها قبل ما نقرأ أي مقاسات إيه هي إن لو إن تشتغلي لسنتين تمام الفرق ما بين سنتين وتلاتة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وتمانية وهكذا ما بين مثلا هنمشيها ما بين سنتين وتلات سنوات الفرق هيكون خمسة سنتي خمسة سنتي في الطول في محيط الأرداف أو الهنش في محيط يعني الخمسة سنتي دي تحطيها قعدة في كل في كل مكان في الجسم في الطول في محيط الأرداف في الوسط وهكذا أوكي يعني خديها بقى قعدة خلاص إن أنا ما بين سنتين وتلاتة خمسة سنتي طيب طب تعالي بوسي أنا حالين هبدأ الفستان بتاعي من من تحت يعني من تحت من الديل أنا هبدأ الفستان بتاعي من الديل فأنا عايزة أدخن جزء في جسم الطفل أنا هو بتكلم على سنتين لا لا أيوة أوكي طيب فين أدخن جزء في الجسم اللي هو المفروض محيط الهنش حلو كده محيط الهنش أربعة وستين سنتي يبقى أنا هبدأ عشان أنا هبدأ من ديل الفستان فأنا هشتغل سلسلة أربعة وستين سنتي لأماني والأمانك أنا بزود دركتين يعني بدل ما يبقى أربعة وستين بالزبط خمسة وستين ستة وستين تمام يعني اتنين سلسل ثلاثة سلسل مش هيفرق تمام طيب بتكلم على السلاسل مش على بالسنتيمتر خدي بالك من النقطة دي حلو الكلام أنا اشتغلت معاك بالسنتيمتر عشان أنا خيتي غير خيتك أنا خيتي مثلا سميك حضرتك ممكن يبقى خيتك أرفع يبقى أنا هنا بتعامل بالسنتيمتر عشان فرق أنواع الخيوط حلو كده طيب يبقى أنا هعمل سلسلة خلاص بمحيط الهنش اللي هو أكبر لو لاحظتش إنه هو أكبر مقاس بصي محيط الهنش ستة وخمسين أخدابالك طيب الطول الكل اللي هو المفروض المفروض طول الفستان هيكون ستين أنا برضو زودته حبتين خليته حوالي تلاتة وستين سنتي فهم أقصد إيه يعني من الآخر المقاسات دي مقاسات تفصيل مش كروشي إنش في الكروشي لو زودتي تلات سلاسل أو خمس سلاسل أنا قلت خمسة كمان ده بزيادة جدا مش هتفرق قوي لأن الكروشي بيمط بيقفل بيقفل ويمط فقصة التلات سلاسل الأربع مش هتضايق بالعكس هتديكي بروح في اللبس أحسن كده اتفقنا يلا بينا نقفل ده تمام عايزة بس أقربهولك للناس اللي بتاخد سكرينات للحاجات دي يعني أنا قربته لحد طول طول الجنب واجي بقيت الجزء أوكي أهو طيب هقفل بقى الجزئية بتاعتي خدي بالك إن أنا قريت معاكي لسن سنتين اللي أنا اشتغلت بيه طيب أنا بقى هشتغل ستة وستين لإني هشتغل لسن تلات سنوات محيط الهنش لإني هشتغل من ديل الفستين يلا بينا يبقى أنا عايزة سلسلة طولها ستة وستين يلا بينا أنا استخدمت إبرة رقم تلاتة ونص وأنا بحب دايما أستخدم رقم تلاتة أو تلاتة ونص لأنها بتضيق الشغل ما بتخليش الغرزة واسعة بزيادة مش بحب أنا كده تمام تقدري تعملي الفستان دا صيفي طبعا لأنه هو قط تمام احنا احنا عاملينه يعتبر بخيوت تعتبر سميكة أو شتوية لأنه يتلبس فوقي جاكت تمام كده فاللي انتش تفضلي عايزة تعمليه صيفي اعمليه بخيط سمكه أقل من اللي أنا شغالة بيه تمام أنا هبدأ أشتغل سلسلة تمام طويلة بالمقاس اللي اتفقنا علي كده اشتغلت السلسلة بتاعتي وببدأ ققسها ققسها وهي مرتاحة مش بشدها اهي تمام تمام أنا المفروض كنت أشتغل على 66 أنا بحب زود في شغلي عايزة تزودي زي زودي مش عايزة أوكي أنا بحب الشغل يبقى والطفل لابسه مرتاح حبه حلوين عايزة تشتغليه بالضبط أوكي يبقى اشتغليه بنفس المقاس اللي انا قريته من البطرون أو من جدول المقاسات معيك حابدأ أقفل السلسلة بتاعتي دايرة تمام يعني أضبطها بس الأول كده ما تبقى ما تبقاش بتلف معي في الشغل أهو وأقفلها دايرة كده تمام أدخل أدخل في أول أو تاني سلسلة تمام تمام أسيب السلسلة اللي بيبقى فيها دايما العقدة بتاعتي أدخل في الجنبها أمان لنفسك عشان الشغل ما يفكش منك تمام ويأخذ منزلك يبقى أنا هنا قفلت الدايرة بتاعتي وهبدأ أشتغل جواها دا كده دا كده دا كده دا كده الفستان تمام أنا بدأ من الجزئية دي طيب نبدأ نشتغل ارتفاع واحد اتنين ثلاثة وهبدأ أشتغل عواميد بلفة تمام أربعة هعتبر الأول دا واحد ودي اتنين تلاتة أربعة وبعضين هفوت لفة على الإبرة وهفوت واحد اتنين تلاتة يعني أدخل فيه التالتة هنا وابدأ اعمل صدفة أدخل في المكان مرتين كده تمام وكمان ارتفاع واحد اتنين سلسلة سلسلة وادخل في نفس المكان مرتين برضو يبقى انا كده عملت صدفة تمام وبعدين افوت واحد اتنين وادخل في التالت او السلسلة التالتة عمود بلف واللي وراها عمود بلف واللي وراها عمود بلف واللي وراها عمود بلفة يعني اربعة عمود بلفة. تمام كده. وهكذا. يبقى افوض. واحد. لفة على الابرة وافوض. واحد اتنين وفي التالت ادخل. اعمل صدفة. اللي هي اتنين في مكان واحد. عمودين في مكان واحد. ارتفاع اتنين سلسلة. وعمودين في نفس المكان برضو. ادي واحد. ادي اتنين. اهو. لفة على الابرة. افوض. افوض. واحد اتنين وفي التالت اعمل العمود بلفة بتاعتي. اللي هما الاربعة. هكمل باقي السطر بنفس النمط. ونرجع عشان نشوف هنكمل شغلنا ازاي. اه كده انا خلصت السطر. كامل. تمام. وانا اتبقى لي الجزء ده. انا من المفروض بسيب واحد اتنين وبدخل في التالتة. المفروض هدخل هنا. والمفروض واحد اتنين وبدخل في التالتة اللي هي هنا. فاتبقى معي تلاتة. تمام. فبدل ما انا هسيب يعني انا هقسمهم ازاي. واحد اتنين تلاتة هدخل في الرابعة. حلو. فانا هيكون واحد اتنين تلاتة. والمفروض الرابعة اهي. فانا هدخل ما بين دي وما بين دي. طبعا انا عشان من البداية سيب امان لنفسي زي ما اتفقنا قيمة اربع او خمس سلاسل. فلما بيقابلني حاجة زي كده. واسيب بزيادة ما بين الاتنين. ما بيكونش في عندي مشكلة خالص في المقاس. لان انا سيب بزيادة. يعني فهمت اقصد ايه من البداية. يعني انا عملت اهو الصدفة بتاعتي. وهدخل في ده. منزلقة. وكده انا خلصت السطر بتاعي بكل تفاصيله. تمام اهو. مش هيبان ومش هيفرق في اي شغل. هبدأ اقرر نفس الشغل اللي انا عملته اللي هو واحد اتنين تلاتة. ده ارتفاع العمود او اول عمود بلفها. واطلع فوق كل عمود. عمود بس فلوب واحد اللي هو ده. يعني عمود بلفة. هنا بدخل هنا في جزء واحد عمود بلفة. وادي هنا عمود بلفة. اشتغلت اهم الاربعة عمود بلفة تقدري تدخولي فيك كل. بس انا عايزة الشكل ده او عايزة فيه نقشة كده. النقشة دي. اللي هي الجزء اللي تحسيه بارز ده. انت قدري تدخلي في العمود ككل. بس انا عايزة الجزئية دي. تمام؟ طيب. هكمل. لفة على الابرة. هدخل هنا. صادفة نفس الكلام. واحد. اتنين عمود بلفة. ارتفاع اتنين سلسلة في نفس المكان. واحد. اتنين عمود بلفة. لفة على الابرة. هيقابلني الاربع عوامين. بدخل هنا. ادي العمود اهو. بدخل هنا. واحد. اللي وراء. اتنين. اللي وراء. تلاتة. اللي وراء. اربعة. لفة على الابرة. ادخل. اعمل الصدفة. واحد. اتنين. ارتفاع اتنين سلسلة. تاني. واحد. اتنين عمود بلفة. ده كده هيكون تكرار الاسطر اللي جاية باكملها. يعني انا كل ما هخلص السطر. هقفل بمنزلقة. في اول عمود انا عملته. تمام. وارتفع نفس السطر بنفس الطريقة اللي انا اشتغلته معاكم. هرتفع شوية وارجع لكم. نكون اشتغلنا قطعة حلوة كده. ونرجع نشوف. هنكمل شغلنا ازاي؟ كده انا ارتفعت بعدد الاسطر اللي انا عايزاه وتعالي نفهم بالزبط احنا عملنا ايه؟ انا اشتغلت حوالي عشرين سنتي. تمام هو بالزبط تسعتاشر بس اوكيه. يعني تسعتاشر الى عشرين. انا طول الفستان عندي الطول الكلي خمسة وستين. حلو كده؟ فانا هعمل ايه؟ انا الجزء اللي من تحت ده عشرين سنتي. حلو؟ والجزء اللي وراه تمام؟ انا الطول الكلي المفروض خمسة وستين. فانا عملت عشرين. الجزء اللي وراه هبدأ اديق. وده هيكون حوالي عشرين سنتي. الجزء اللي بعضه هديق تاني هيكون عشرين سنتي. تمام؟ يبقى انا قسمت الطول بتاعي زي ما فهمتك كده. انا عملت العشرين الاولانيين. دول اللي هم الجزء ده. تمام؟ طيب. كل اللي انا هعمله اني همشي بنفس النمط بتاعي بس هخلف حاجة بسيطة جدا. هي اللي هتعمل معايا التجيء بتاعي. تمام؟ طيب. انا هنا انا هنا افلت السطر بتاعي. افلت السطر بتاعي خلاص. وهبدأ ارتفع. واحد اتنين تلاتة. ونفس شغلي هو هو هعمل الاربعة عمود بلفة. تمام؟ بس هوصل لي الصدفة بتاعتي اللي هي دي. تمام؟ دي اللي هتختلف معايا. هشتغل عمود بلفة. ارتفاع. سلسلتين. بعدين عمود بلفة. وخلاص على كده. واكمل. اربعة. عمود بلفة. تمام؟ يبقى انا نظام شغلي عشان اديق وما خليش الشغل شكله يتغير. كل اللي لعبت فيه الصدفة او المروحة اللي في النص دي بدل ما كان فيها اتنين فاصل سلسلتين واثنين عمود بلفة. بقت عمود بلفة واحد سلسلتين عمود. واكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل عشرين سنتي. يعني ارتفع بعدد الاسطر تاني حوالي عشرين سنتي. تمام؟ طيب. يبقى انا عملت التناقص بتاعي بدون ما اغير في شكل الشغل. اهو. و هكمل شغلي بنفس الطريقة و ارتفع حوالي عشرين سنتي. لو تلاحظي ان الشغل بيبدأ ياخد يعني يدخل على بعضه كده او يقل. تمام؟ هكمل عفوة هكمل عشرين سنتي ونرجع عشان نشوف هنعمل ايه مع بعض. اه كده اشتغلت الجزء التاني اللي هو اه حوالي عشرين سنتي. اه بعد ما عملت التناقص وهو الشكل. كده هيبقى فضلي الجزء الاخير. وبرده هعمل فيه تناقص. اه هخلي الاربع عمود بلفة دول تلاتة. بس كده. وبرده هستمر في الشغل زي ما هو بدون اي تغيير. تمام؟ يعني هرتفع واحد اتنين تلاتة. تمام؟ ادي كده اول عمود. وبعد كده بعمل اه بنفس اه شغلي. يعني بدخل كده في لوب واحد. تمام؟ وبعدين بخرج الاتنين دول مع بعض بالمنظر ده. فبقوا الاتنين كأنه يعني كأنهم واحد. اه هقرر معاك نفس يعني جزء من السطر عشان شوفيه مرة تاني. انا كده اشتغل. تمام؟ دول اه هاخدهم السطر اللي جاي. كأنهم عمود واحد. وقادي عمودين بقوا تلاتة. وبعد كده بشتغل. الصدفة بتاعتي. ارتفاع اتنين سلسلة. عمود في نفس المكان. تمام؟ وابدأ اعمل التناقص بتاعي. عمود بلف غير مكتمل. واللي وراه عمود بلف غير مكتمل. واخرج الاتنين من على الابرة كده كأنهم عمود واحد. عمودين اللي بقيين. انا كده عملت تناقص. خليت التلاتة عمود بقوا. خليت الأربعة عمود بلفة بقوا تلاتة. ده كده التناقص اللي همشي بيه للنهاية. هكمل السطر بتاعي وارجع. تمام؟ ونشوف هنعمل ايه. كده خلصت السطر التناقص لحد النهاية. تمام؟ وهقفل في اول في الراس فوق. اول عمودين المفروض اتقفلهم مع بعض دول. هقفل بمنزلقة. كده. وبعدين هرتفع واحد اتنين تلاتة. واستمر بقى فيه شغلي عادي. كده عمودين. كده بقوا تلاتة. اهو. وبعدين الصدفة. تمام؟ وبعدين التلاتة عمود اللي عليهم الدور اهو. بدخل. زي ما انا كده من وراء اهو. ارتفاع عمود بلفة. اللي وراه. اهو. اتنين. وادي التالت. وبستمر كده لحد نهاية السطر. وكمان انا كده ده الجزء الاخير المفروض. من الفستان اللي هو المفروض 20 سنتي ارتفاع. العشرين دول بقى يكونوا مقسمين ازاي طبعا. انا عملت خلاص تناقص مرة تاني واخيرة. فمن المفروض العشرين دول مقسمين الى. مثلا. عشر ارتفاع وعشر فتحة جيرو. اه فتحة اللي باط. فتحة الكم. او. لو عايزة فتحة الجيرو اكبر. اه يبقى مثلا. تمانية ارتفاع. واثناشر فتحة الجيرو. عموما. انا هكمل. اه. اسطر. التناقص. ارتفع بيها. لفوق. هرتفع. حوالي. اتناشر. اه. سنتي. اه. او. هتكلم بقى عن فتحة الباط. انا عايزة فتحة الباط. هي المفروض. لسن ثلاث سنوات. من اتناشر. لاربعتاشر بالكتير. اوكي. بالكتير. يعني اربعتاشر لما اعملها وسع. اربعتاشر سنتي. ده كده واسع معاك بزيادة. يعني. اه ملبوس. او اللي لبسه. اه. لبسه هو مرتاح بزيادة. تمام. مش واسع برضو. اوكي. طيب. اه. انا عملته في الفستان التاني. ارتفاع فتحة الجيرو. بزيادة اتناشر. اوكي. فانا هعمله هنا. اه. اه. اربعتاشر. تمام. الى خمستاشر. ده كده يعتبر واسع حبتين. انا بحب. اه. الاطفال. كلنا يمكن منحب الاطفال. تلبس. اه. الفستان او اللبس. سنة. وبعديها سنة. فانا لما بدي المقاسات اللي انا بقول بزيادة. يعني اتلبس. اه. مثلا صفين وراء بعض. او اه. لو في الشتة. اه. شتويتين. او فصلين شتة معا. اه. وراء بعض. اوكي. بس. هي دي فكرة. اني بقول بزيادة. مش اكتر. طيب. هرتفع بعدد الاسطر. ونرجع عشان نشوف. هنعمل ايه. ونقسم بقى الفستان من فوق ازاي. كده اشتغلت الجزء التالت او الاخير. يبقى كده انا المفروض ابدأ احدد فين فتحات الباط. بتاعة الفستان بتاعي. اه. انا وقفت شغل لحد ما اه. عرفت اني انا. مثلا فتحة الباط بتاعي ارتفاعها. هيكون اربعة عشر. فانا حسب طول. الطول اللي انا عملته ده. وحطيت المزورة زائد اربعتاشر او خمستاشر. يبقى انا الطول كده مناسب. يعني الطول الكل بتاعي تمام عملته. في الجزئية دي ما عادة ارتفاع فتحة الجيرو. جبت العلمتين دول وهبدأ احدد فين الاماكن المفروض هشتغل عليها. اه انا السمت او الشغل بتاعي ريحته بالمنظر ده. وبدأت. حطيت من الحرف ده اهو. لو انتي شايفة انا هعمل ايه. اقرب. هنا تلاتة عمود وهنا تلاتة عمود. وفي النص الصدفة بتاعتي. فانا هدخل العلمة بتاعتي في الصدفة على الحرف من هنا. والصدفة التانية من هنا. يبقى انا سبت. تلاتة عمود. صدفة تلاتة عمود. اهو. يبقى. بقى كده. ثواني اصبطه. تاني. اهو. انا من المفروض. هدخل في. هدوم معك مرة تاني. في الصدفة دي. ففي تلاتة عمود. صدفة. تلاتة عمود. يبقى انا هدخل في الصدفة دي كده. اهو. تلاتة عمود. صدفة. تلاتة عمود. يبقى انا هشتغل. في الجزء ده. يعني انا هدخل هنا كمان. اوكي. هعمل كده من الناحية التانية. الناحية التانية فيها قفلت الشغل عندي. تمام. اهي. اوكي. طيب. صدفة تلاتة. صدفة تلاتة. يبقى انا المفروض هنا. الصدفة اللي على الحرف دي. اهي. صدفة دخلت فيها. ودي تلاتة. او صدفة في النص. وهدخل هنا كمان. هنا. فقفلت الشغل. اوكي. يبقى انا كده. عدد من الناحية دي. قد الناحية دي. افتح بس دي شوية. هقفل دي بس كويس. عشان. اتفتح. عدد من. الناحية دي. قد الناحية التانية. يبقى انا كده. هقفل اهو. وكده كده كان مقفول. بس انا لما شدته اتفتح. تمام. اهو. يبقى. الناحية دي. قد الناحية دي. بالضبط. انا لما ارتفع هرتفع كده. اتفقنا. طيب. يلا بينا نبدأ. اه. سواء هبدأ من قدام او من ورا. ما عنديش مشكلة. هبدأ معاكي. وليكن من الامام. ماشي. لان انا اشتغل نحية. الاول. الناحية دي. والناحية دي. الوحدة. هتشوفي ازاي. يلا بينا. بصي بقى. انا عايزة من المفروض اشتغل. من. العلامة دي. للعلامة دي. فانا قفلت الشغل هنا. فانا كده بعيدة عن العلامة. يعني لما هرتفع. هرتفع فوق العمود ده. فما ينفعش. فانا هدخل في الزاوية دي. لاني انا عايزة ابدأ منها. واسحب. اسحب الفتلة بتاعتي جواها. اوكي. من غير اي حاجة. اهو. عشان انا ابدأ. من الزاوية. بتاعتي ارتفاع. تلاتة. وابدأ اشتغل جواها. بالضبط نفس شغلي. تمام. المفروض تلاتة. وبعدين. اتنين. ارتفاع سلسلة. وعمود بلفة. يبقى انا اشتغلت. الصدفة دي. فوق دي عادي خلص. اهي. تمام. وخلاص. وابدأ اكمل شغلي. اللي تعودنا عليه. يعني اللي هو ما فيهوش اي اختلاف. تلاتة عمود. تلاتة عمود بلفة. واحد. واحد. اتنين. وادي. التالت. تمام. اهو. بعد كده. صدفة. ارتفاع اتنين سلسلة. هكمل لحد ما اوصل ليه. العلامة اللي قصدها. واحد عمود. اتنين عمود بلفة. وتلاتة عمود بلفة. وصدفة. صدفة. هكمل لحد نهاية السطر او لحد العلامة في النحية التانية وارجع عشان نشوف هنكمل شغلنا ازاي. انا كده وصلت لي مكان العلامة فهدخل اعمل الصدفة بتاعتي في مكان العلامة. يبقى انا كده اشتغلت من من العلامة دي للعلامة دي في نفس المكان اللي حطيت العلامة فيه. بصي انا هعمل ايه. هفك دي خلاص. هسيب النحية التانية زي ما هي كده. عايزة هنا الشغل يبقى حر يعني مرتاح معي. والنحية التانية نفس الكلام. هفك بس الجزء اللي انا بشتغله عشان يبقى برحته. وافضل صيبة العلامة الناحية التانية لان الناحية التانية هشتغلها لوحدها. بصي. انا كده خلصت السطر لحد الاخر. بس خدي بالك بقى من حاجة. انا كنت ماشية طول الوقت دايرة فبشتغل على الوش. انا كده في المرحلة دي سواء الضهر او الامام يعني في الناحيتين. هبدأ اشتغل وش وضحر. يعني هقلب. فانا دلوقت هقلب الشغل كده. فانا اعتبر كده يعني انا هشتغل بصي من جوه الشغل. من هنا. تمام طيب. فالشغل هيختلف حاجة بسيطة جدا. انا هدخل جوه هنا منزلقة. وابدأ ارتفاع. واحد اتنين تلاتة. وبعدين ارتفاع اتنين سلسلة. واحد اتنين. وبعدين ادخل هنا عمود بلفة. كده. بعد كده. خدي بقى بالك من حاجة. انا كنت دايما بشتغل في اللوب اللي هو اللي من بره ده. بصي اللي من بره ده. لأ. الشغل بقى كده هيختلف. انا هشتغل في اللوب اللي هو من جوه ده. شايفة بصي. انا كنت بشتغل طول الوقت كده. انا هشتغل طول او اول مقلب الشغل. وابقى من جوه هشتغل من جوه. يعني احفظيها كده. لما اشتغل من جوه الشغل ده كده جوه او دخله. يبقى انا. الشغل هيختلف معايا. وهشتغل كده. انا سبت اللي بره. وبدأت اشتغل. وهقولك ليه. لانك لو غيرتي اللي انا بقوله هيخلف معاكي النقشة بتاعتك من بره. اوكي. اهو. باخد جزء واحد. انا عايزة وريكي. لفع الابرة. وادي ده. فانا هاخد جزء واحد اللي هو ده. اهو. ليه بقى انا عملت كده. عشان لو بصيتي كده. هتلاقي الشغل زي ما هو. ما فيش حاجة اتغيرت فيه. لو ما عملتيش اللي انا قلته الخط ده. هيتشال. فهي الشغل شكله هيخلف ويفرق. اوكي. يلا. اكمل. صدفة. الصدفة عادي خالص اهي باشتغلها جوه. تمام. وهيقبني التلاتة عمود باخد لوب واحد منهم اللي هو من قدامي. جزء. يعني الجزء اللي بيبقى قدامي. تمام. طيب. انا هكمل. باقي. السطر. وارجعلك. كده وصلت لنهاية السطر وعملت الصدفة بتاعتي خلاص. فهقلب بقى الشغل كده. واشتغل على العدلة. تمام. اهو. اوكي. طيب. برضو هدخل جوه الصدفة بمنزلقة كده. وابدأ ارتفع واحد اتنين تلاتة واحد اتنين عمود بلف. طبعا انا كده على العدلة بتاعتي خلاص انا عرفت العدلة من القلبة. اهو. واهو. وهاشتغل العدلة بتاعتي زي ما تعودنا نشتغلها في اللوب الخلفي. يعني. كده. كده. تمام. واحد. واحد. اتنين. تلاتة. تمام. واشتغل. واشتغل الصدفة. واكمل لحد باقي السطر. انا كده على العدلة بتاعتي. بنفس الطريقة. تمام. طيب. اه انا كده اشتغلت سطر اتنين تلاتة. بس انا هنا مش هشتغل بالاسطور انا هنا هشتغل بالسنتيمتر. يعني. يعني هكمل الطول اللي انا عايزاه. تمام. سواء انا عايزة فتحة الجيرو اتناشر. هتكون حلوة قوي. او حتى بزيادة اربعة عشر. يبقى انا من المفروض الجزء ده هفضل ارتفع به بعدد الاسطور دي. لحد ما اوصل لمثلا اربعة عشر. اوكي. قبل ما اوصل للاربعة عشر هارجعلك قبلها بسطرين. هعمل بس حردة بسيطة للرقبة. اوكي. هكمل الجزئية دي. وارجع نشوف عملنا ايه بالظهر. تناولي reconstرř عملنا. ورغانه صح ورغانه استجاح. قويه بسرع مال اشتركوا في القناة.